موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلب والطالبات في حلقة جديدة من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر علمي عنوان حلقة اليوم هو المعكوسات ودوال الجذور التربعية وسنتناول الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل فابقوا معنا اهلا وسهلا بكم أعزائي الطلب والطالبات نذكركم بعنوان حلقة اليوم هو المعكوسات ودوال الجذور التربيعي معكوس العلاقة إذا كانت R علاقة تربط كل عنصر A من مجال R بعنصر B من مدى R فإن معكوس العلاقة R يصل من B إلى A ويرمز لمعكوس العلاقة بالرمز R inverse أي R السالب واحد أي إذا كان الزوج المرتب A و B ينتمي لR فإن الزوج المرتب B و A ينتمي لR inverse فنجد عندي المجموعة أربعة وستة والمجموعة الأخرى ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة هي R فإن المجموعة ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة إلى المجموعة أربعة وستة تكون هي R inverse معكوس العلاقة ملاحظة هامة إذا كانت النقطة A و B تنتمي لبيان دالة ما فإن النقطة B و A تنتمي إلى بيان معكوس هذه الدالة ولكي ترسم معكوس الدالة بيانيا اعكس الترتيب A و B لتصبح B و A لكل زوج مرتب ينتمي لبيان الدالة لإيجاد معكوس الدالة جبريا نقوم بالتبديل بين متغيرات الدالة X و Y ثم الحل بالنسبة إلى Y وإذا كانت الدالة تستخدم الرمز FX نعوض عن FX ب Y نلاحظ عزيزي الطالب عندي شغلتين بالرسم وجبريا بالرسم راح أعكس الزوج المرتب وجبريا راح أستبدل X مكان ال Y وأحل بالنسبة لل Y معكوس الدالة الخطية هو أيضا دالة خطية ليس بالضرورة أن يكون معكوس الدالة هو دالة مثال ارسم بيان الدالة Y يساوي X زاء الثلاثة على اثنين ومعكوسها هنا عزيزي الطالب لازم أوجد نقطة ونقطة أخرى ونقطة ثالثة تساعدني في الرسم وبالتالي إذا حددت النقاط أعكس النقاط X و Y اللي تكون Y و X ثم نرسم نرسم بيان الدالة الأصلية اللي هو Y يساوي X زاء الثلاثة على اثنين باستخدام الجدول التالي أختار قيم لX ولتكون السالب واحد والواحد والثلاثة نعوضها بمكان LX وأحصل على الY اللي هي واحد عند التعويض بمكان LX بسالب واحد وعند التعويض بالX بالواحد أحصل على الY تساوي اثنين وكذلك عند التعويض بالX بثلاثة أحصل على الY تساوي ثلاثة وبالتمثيل البياني أمثل النقاط النقطة الأولى سالب 1 و 1 النقطة الثانية 1 و 2 النقطة الثالثة 3 و 3 وأحصل على الخط المستقيم الذي أمامك لأنها حدودية من الدرجة الأولى ومعكوسها يكون نرسم بيوم معكوس الدالة باستخدام الجدول التالي سأعكس النقاط للx مكان ال-y وال-y مكان ال-x فلاحظ أني أنا بدلت ال-x لتكون 1 و 2 و 3 وال-y هي سالب 1 و 1 و 3 أمثل النقاط ال-1 والسالب 1 و 2 و 1 و 3 لاحظ أن بيام معكوس الدالة هو صورة الدالة الأصلية بالإنعكاس في المستقيم و يساوي ال-x ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الآخر أوجد معكوس الدالة و يساوي x زائد ال-3 على ال-2 هنا عزيزي الطالب سأحل جبريا و الإيجاد معكوس الدالة جبريا نعم نبدل ال-x مكان ال-y و نحل بالنسبة ال-y إذن عزيزي الطالب بدل ال-x و ال-y فتصير ال-x تساوي y زائد ال-3 على ال-2 نحل بالنسبة ال-y إذن النظير الضربي لأثنين نضربه في الطرفين فيكون عندي ال-2x تساوي y زائد ال-3 ثم أستخدم النظير الجمعي للثلاثة للطرفين فيكون y يساوي 2x ناقص الثلاثة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الآخر أوجد معكوس الدالة y يساوي 3x ناقص الأربعة إذن هنا عزيزي الطالب عشان أوجد معكوس الدالة أول شيء نعم أبدل ال-x و ال-y ثم أستخدم على حسب يا النظير الضربي أو النظير الجمعي وأحلوة أوجد بالنسبة ل-y إذن عزيزي الطالب نبدل ال-x و ال-y لتكون x تساوي 3y ناقص الأربعة الآن أوجد أحل بالنسبة ل-y فأوجد النظير الجمعي للأربعة للطرفين فتكون الثلاثة y تساوي x زائد الأربعة الآن النظير الضربي بالنسبة للثلاثة أستخدمها أضربها في الطرفين فتكون y تساوي x زائد الأربعة على الثلاثة إذن y تساوي ثلث x زائد الأربعة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى مثال آخر أوجد معكوس الدالة y تساوي 3x تربيع ناقص الأربعة هنا عزيزي الطالب لاحظ معاي إن الدالة نعم الدالة تربيعية ولإيجاد معكوس الدالة التربيعية أبدل x مع y بدلت x مع y لتكون x تساوي 3y تربيع ناقص الأربعة وأحل بالنسبة لل y وهنا عزيزي الطالب رح أحصل على موجب أو تسالب الجذر التربيعي لدالة نحل بالنسبة لي y لتكون 3y تربيع تساوي x زائد الأربعة استخدمنا النظير الجمعي للأربعة للطرفين الآن نستخدم النظير الضربي للثلاثة في الطرفين فيكون أضرب بالثلث في الطرفين لتكون y تربيع تساوي x زائد أربعة على الثلاثة إذن عزيزي الطالب أخذ جذر الطرفين ليكون y تساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للثلث ضرب x زائد الأربعة دوال الجذر التربيعي المعادلة y تساوي الجذر التربيعي لx دالة جذر تربيعي الشكل البياني المقابل يمثل البيان دالة الجذر التربيعي ومداها يكون الفترة نصف مقلقة صفر وما لا نهاية ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى التمثيل البياني لدالة الجذر التربيعي على الصورة y يساوي الجذر التربيعي لx ناقص الh زائد الك هنا عزيزي الطالب لازم أستخدم دالة المرجع عشان أمثل دالة الجذر التربيعي لصورة y تساوي الجذر التربيعي لx ناقص الh زائد الك وبتحديد قيمة الh اللي تعطيني إزاحة لليمين أو لليسار أو قيمة الك اللي تعطيني إزاحة لأعلى أو لأسفل فعندما تكون الh والk موجبتين لاحظ معي عزيزي الطالب أن الh موجبة والk موجبة فإن الإزاحة تكون بعدد h من الوحدات يمينا وعدد k من الوحدات الأعلى إذن عزيزي الطالب y تساوي الجذر التربيعي لx ناقص الh زائد الك عندما تكون الh موجبة فالإزاحة رح تكون باتجاه اليمين لعدد h من الوحدات وكذلك إذا كانت الك موجبة فتكون الإزاحة لأعلى بعدد k من الوحدات أما عندما تكون الh سالبة فيزح البيان إلى اليسار عندما يكون k سالبة فيزح البيان إلى الأسفل أي هنا في رسم بيان الدالة y تساوي الجذر التربيعي لx ناقص الh زائد k عندما تكون الh سالبة فيزح بيان الدالة إلى اليسار باتجاه h من الوحدات وكذلك عندما تكون k سالبة فيزح بيان الدالة إلى الأسفل باتجاه k من الوحدات مهم دالة الجذر التربيعي على الصورة y يساوي الجذر التربيعي لx ناقص الh زائد k فيكون مجالها هو الفترة نصف مغلقة h وما لا نهاية ويكون مداها الفترة النصف مغلقة k وما لا نهاية إذن انتبه عزيزي الطالب y تساوي الجذر التربيعي لx ناقص الh زائد k مجالها ماذا يكون مجالها تحت الجذر h نعم مغلقة h وما لا نهاية ومداها يكون k مغلقة k وما لا نهاية فمثلا بيان الدالة y يساوي الجذر التربيعي لx زائد الاثنين ناقص الثلاثة ينتج من إزاحة بيان الدالة y يساوي الجذر التربيعي لx نعم وحدتان لليسار لاحظ معي وحدتان لليسار ثم ثلاث وحدات للأسفل فقيمة الh هي سالبة اثنين فهي إزاحة وفقية لليسار بمقدار وحدتان وقيمة k هي سالبة ثلاثة أي إزاحة إلى الأسفل بمقدار ثلاث وحدات ويكون مجال الدالة هو الفترة نصف مقلقة سالبة اثنين وما لا نهاية ومدى الدالة هو الفترة نصف مقلقة سالبة ثلاثة وما لا نهاية ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى مثال آخر ارسم بيان الدالة y يساوي الجذر التربيعي لx ناقص الأربعة زائد أثنين هنا عزيزي الطالب لرسم بيان الدالة y يساوي الجذر التربيعي لx ناقص الأربعة زائد الأثنين ارسم y تساوي الجذر التربيعي لx ومنها أحدد الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية فهنا قيمة الـ H هي إزاحة أفقية باتجاه الموجب أربع وحدات وقيمة الـ K هي موجب أثنين أي إزاحة أفقية بمقدار وحدتين فينتج من إزاحة بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X أربع وحدات لليمين وكذلك وحدتان إلى الأعلى إذن Y يساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد أثنين ناتج من إزاحة أفقية أربع وحدات باتجاه اليمين ووحدتان لليل أعلى إذن مجال الدالة أقدر أحدده هو الفترة نصف مقلقة لأربعة ومالة نهاية أما مدى الدالة هو الفترة نصف مقلقة أثنين ومالة نهاية أعزائي الطلبة بعد أن انتهينا من استعراض الأمثلة ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة الموضوعية السؤال الأول ظلل A إذا كانت العبارة صحيحة أو B إذا كانت العبارة خاطعة واحد المعادلة Y تساوي أثنين X تربيع ناقص أثنين ضرب القوس ثلاثة ناقص X الكل تربيع تمثل معادلة قطع مكافئ نلاحظ أن القطع المكافئ يكون من الدرجة الثانية وهنا لما أفك القوس راح أحصل على معادلة من الدرجة الأولى فلا تمثل قطع مكافئ فتكون الإجابة خاطئة السؤال الثاني منحن القطع المكافئ Y يساوي القوس سالب X زائد الأثنين لكل تربيع زائد الثلاثة يمر بالنقطة P أثنين وثلاثة عشان أحصل أن منحن القوس يمر بالنقطة أثنين وثلاثة أعوض نعم أعوض بالX تساوي الأثنين فتكون ناقص أثنين زائد الأثنين الكل تربيع يعني صفر الكل تربيع لتكون ال-Y تساوي الثلاثة إذن تكون النقطة P2 وثلاثة تمر بالقطع المكافئ فتكون الإجابة صحيحة ننتقل الآن إلى السؤال الثالث إذا كانت النقطة MX وY تنتمي لبيان الدلة F فإن النقطة MX وY تنتمي لبيان معكوس هذه الدلة كما عرفنا سابقا إذا كانت عندي نقطة تنتمي لبيانها وهي X و Y فالنقطة الأخرى ماذا تكون؟ نعم Y و X هي التي تنتمي لبيان معكوس الدلة فتكون الإجابة خاطئة السؤال الرابع المستقيم Y يساوي X هو خط انعكاس لبيان دلة F وبيان معكوسها نعم المستقيم Y يساوي X هو خط انعكاس لبيان دلة F وبيان معكوسها ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس إذا كانت F of X تساوي X زائد الواحد والG X تساوي X ناقص الواحد فإن الدلتين كل منهما معكوسا للأخرى هنا عزيزي الطالب الدلتين F و G كل منهما معكوسا للأخرى شلون؟ نعمل F of X تساوي X زائد الواحد أي أن ال-Y تساوي X زائد الواحد نبدل ال-X وال-Y لتكون ال-X تساوي ال-Y زائد الواحد فتكون ال-Y تساوي ال-X ناقص واحد وهي الدلة G of X فتكون الإجابة صحيحة السؤال السادس لا يتغير مجال دالة الجذر التربيعي بعد إزاحتها ثلاث وحدات يمينا عزيزي الطالب دالة الجذر التربيعي Y يساوي ولنأخذ مثلا Y يساوي الجذر التربيعي ل-X ناقص الواحد ماذا يكون مجالها؟ نعم الفترة نصف مقلقة واحد وما لا نهاية إذن عند إزاحتها اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار فإنه يتغير مجالها فتكون الإجابة خاطئة إلى هنا عزاء الطلبة والطالبات وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم والذي تناولنا فيها المعكوسات ودوال الجذور التربيعية ونراكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة